وفي عربي بوست أيضاً نيويورك تايمز أمريكا تخطط لتزويد أوكرانيا بأسلحة تضرب بها شبه جزيرة القرم وقد تغير مجرى الحرب نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مسؤولين في البينتاجون رفض الكشف عن هويتهم أن إدارة الرئيس جو بايدن باتت تدرك أن الملاذ أوكرانيا بحاجة إلى قوة تمكنها من استهداف شبه جزيرة القرم الروسية وفق ما نشرت الصحيفة الأربعاء الثامن عشر من يناير كانون الثاني الفين وثلاثة وعشرين وبحسب مسؤولي في وزارة الدفاع الأمريكية فإن إدارة بايدن تعتقد أن الحاجة لهذه الخطوة حتى ولو كانت تزيد من خطر التصعيد في روسيا ومع روسيا حيث تتمركز عشرات الألاف من القوات الروسية في القرم الواقع بين البحر الأحمر وبحر أزوف كما تضم العديد من القواعد الروسية وتشدد الولايات المتحدة على أن القرم جزء من أوكرانيا منذ احتلالها من قبل القوات الروسية عام الفين واربعة عشر ومع ذلك فإن واشنطن التزمت بعدم تزويد كييف بأسلحة تمكنها من ضرب شبه جزيرة القرم منذ الهجوم على أوكرانيا في فبراير شباط الفين واثنين وعشرين الروسي وفي السياق قال أدريان واتسون المتحدث باسم مجلس الأمن القومي قلنا طوال الحرب إن شبه جزيرة القرم أوكرانية وإن كييف لها الحق في الدفاع عن نفسها وعن أراضيها السيادية في حدودها المعترف بها دوليا اشتركوا في القناة